معنا من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى مرحبا بك مهران إذن تستقبل تركيا زيارة وزير الخارجية الأمريكية بمناورات بحرية هو ذهب إلى قبرص وتركيا تقوم بالمناورات ماذا في آخر التطورات؟ نعم حقيقة لجندة تركية اليوم مزدحمة بالفعل اليوم تبدأ منورات عسكرية تركية جديدة شرقية المتوسط في المياه قبالة مرسينة التركية وكذلك من الجهة الأخرى قبالة الجزء الشمالي من جزيرة قبرص طبعا في ظل انتظار وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزء اليوناني من الجزيرة في ذات الوقت هنا لا بد أن نشير إلى أن أيضا وزير الخارجية المالطي من المقرر أن يزور تركيا اليوم ونظيرها التركي مولود شغل قرر أن يستقبله هنا في أنطاليا المطلع على شرقي البحر المتوسط والمنطقة التي تجرى فيها المناورات العسكرية فيما اعتبره مراقبون رسالة تصعيد جديدة تريد تركيا أن توصلها للجميع بما فيهم وزير الخارجية المالطي أيضا اليوم في أجندة اليوم حدث مهم حيث من المقرر أن تنتهي اليوم مهمة سفينة أروتش رئيسة تركية للتنقيب عن النفط والغاز الشرقي المتوسط والتي تم إرسالها في مهمة في 31 من الشهر الماضي ومن المقرر أن تنتهي مهمتها اليوم نحن الآن بانتظار حدث مهم في حال قررت تركيا تمديد مهمة هذه السفينة أياما إضافية فإن هذا يعني أن الأمور لا تتجه نحو الإيجابية ويبدو أنه لن يكون الجلوس الأتراك واليونانين على طاولة الحوار في القريب العاجل بينما في حال كانت تركيا أبقى تركيا مهمة هذه السفينة عند هذا اليوم ولم تموددها فإن ذلك يعني أن تركيا لا تريد التصعيد لكن حقيقة تصريحات تركيا تشير إلى أن التصعيد هو سيد الموقف لأنه في الساعات الأخيرة كانت هناك تصريحات لوزير الدفاع التركي وانتقد فيها الدور الفرنسي والدور الأوروبي بشكل عام وكذلك انتقد اليونان وقال عليها أن لا تقبل بأن تكون أدافية فرنسا من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى شكرا لك